بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة هنتكلم فيها عن العلاج بالأكسوجين المضبوط الهايبر باريك أكسوجين سيرابي وهل هو مفيد لالتهاب الأعصاب ولا لأ لأن مراكز العلاج بالأكسوجين بدأت تنتشر بدرجة جبيرة جدا في الدول العربية وبدأت ناس كتير تروح تدفع فلوس وتأخذ جالسات فيها فهل هو مفيد للصحة وهل هو مفيد لالتهاب الأعصاب وخصوصا لالتهاب الأعصاب بدأ مرضى السكر فأدي أنا ما بقدرش طبعا أتكلم على أي حاجة برغم أن الناس كتير سألت على موضوع الأكسوجين عالي الضاخ الغاوت وفويده ما بقدرش أتكلم على حاجة إلا لما يقع تحت إيدي بحث قوي ما نشوفه في مجلة العلمية محترمة ويحبل أن يكون بحث مرجعي يعني لامم ملخص أبحاث كتيرة وقاين رأيه في النهاء في الحكاية خصوصا أن يكون حاجة جديدة زي دي فهنشوف النهاردة بحث مهم ما جمع بحث كتير وقاين رأيه في العلاج بالأكسوجين عالي الضغط للتهاب الأعصاب وبالذات التهاب الأعصاب بتاع مرضى السكر اتكلمت أنا في حلقاتها بلي كده على التهاب الأعصاب ووصفت أعراضه الحرقان والانتهاب والسنخونية بتاع الرجل واوة ارجع الحلقات دي وأنا هحطها في أول تعليق إن شاء الله وتكلمنا على العلاجات بتاعته والأدوية بتاعته وكل حلقة من دول بتكمل التانية لغاية ما وصلنا لحلقة بتتكلم على العلاج النهائي لالتهاب الأعصاب لكن للأسف العلاج ده مازال غالي جدا إن فيه شركة أمريكانية محتكرة إنتاجه وتوزيعه لغاية دلوقتي لكن قرب أن يخرج موضوع الاحتكار ده فتعالوا بقا بينا نشوف البحث ده بيقدم لنا إيه على موضوع التهاب الأعصاب وفايدة الأكسوجين عالي الضغط له فالبحث الأول بيكلم على اعتلال الأعصاب والتهاب الأعصاب والأعراض بتاعته والمشاكل بتاعته طبعا دي كلنا عارفنا فإحنا مش هنخش فيها لكن هنخش بقا فيه العلاج بالأكسوجين عالي الضغط طب إيه هو العلاج بالأكسوجين عالي الضغط هو إنك أنت بتخش فيه غرفة فيها أكسوجين نقي في بيئة مضغوطة فيله عليك ويبقى فيه أكسوجين مضغوط ده فايدة الضغط ده إن بيزود كمية الأكسوجين الدايب في الجسم واللي يدوم في الدم ويدخل تليه الأنسجة بتاع الجسم وإن ده بمفروض أو يقوله إن هو بيزود قدرة الجسم على الشفاء الفكرة في اعتلال العصب ده إن بيزيد يعني في علاجه للإعتلال العصب إن هو بيزود نسبة الأكسوجين داخل الأعصاب التالفي أعصاب اللبازة دي بسبب السكر وبسبب الإلتهابات بيديها أكسوجين أكتر فبالتالي بيعزز الشفاء بتاعها ويقلل الإلتهابات بتاعتها ويحسن وظايف الأعصاب طبعا ده بيجي تدريجي مع الجلسات مش مرة واحدة بتبقى جلسات كتير بيزود تدفق الأكسوجين للأنسجة وبالتالي بيساعد في عملية الشفاء بتاعتها الدراسة اللي معانا المهاردة هي تجميعة لأكتر من 14 بحث اتعامل على 1300 مريض عندهم إلتهابات في الأعصاب النتائج بتاع ملخصة بال1300 مريض دول وال14 بحث أظهرت أن العلاج بالأكسوجين عالي الضغط ده حسن بشكل ملحوظ نتائج العلاج للمرضى المصابين بالاعتلال العصب السكر يعني ايه يعني هما بياخدوا علاج للتهاب الأعصاب ماشيين عليه ولوه نتائج محدودة لما بدأوا يروحوا ويعملوا الجلسات بتاع الأكسوجين عالي الضغط نتائج العلاج اللي بياخدوه بيت أحسن يعني مش بيتعالجوا بالأكسوجين لوحده لا هما ماشيين على العلاج اللي بيصفه الدكتور واللي احنا تكلمنا عنه في كذا حلقة فلكن هو عزز وحسن النتائج بتاع العلاجات اللي موجودة للتهاب الأعصاب فطبعا البحث بقى عامل رسوم بيانية وأرقام للموضوع النتائج العلاج عند المرضى اللي استخدموا الأكسوجين وعند المرضى اللي مستخدموش لقوا النتائج الاستجابة الأعصاب للمنشطات والمنبهات كانت أفضل بكتير جداً وكانت القدرة على المشي والحركة والإحساس بالألم كانت إيه؟ الإحساس بالألم أقل والقدرة على المشي كانت أفضل فبيقول لك أنه شاهدوا تحسناً في سرعة التوسيل العصبي الحركي والحسي يعني الإحساس بتاعه مفيش بقى تنميل، التنميل ده قل الحركة أحسن، ما يلاقيش أعصابه بتوجعه وهو جاي يطلع سلم ولا يتحرك بيلاقي الدنيا فيها مشكلة وده بيقولك أن الحاجات دي يعني دي مؤشرات على تعافي الأعصاب فأحد المرضى بيتكلم وقولك أن أنا بعد بضعة جلسات بدأت أشهر بنخفاض في الوخز في قدمي القلق التنميل بالوخز ده القبر تخس قبر وشوق كده بيجي في الرجل والمشي أصبح أقل إيلاماً يعني يقدر يمشي لمسافة أطول والتوازن بتاعه تحسن، التحسن التوازن بتاعه لكن يعني برضو البحث ده بيقول برغم أن الأكسجين ده يعني مادة آمنة وكلام ده لكن في مخاضر محتملة بعض المرضى لقوها أبلغوا عنها الأثار الجنبية زي مثلاً لقوا بعضهم لقى في وجع في الودن شوية وجع في الودن شوية طانين في الودن شوية دوخة مع الجلسات وده كانت أثار مؤقتة وبتروح على طول بعد الجلسة والكلام ده بتختفي بسرعة وده بيشير يعني إلى أن العلاج بالأكسجين المضغوط ده إلى حد كبير آمن وليس له مشاكل كتير العلاج بالأكسجين ده عالي الضخط ده بقى فيه عيادات متخصصة وانتشرت في الدول العربية بدأت في دول خليق وحالياً بدأت تبقى موجود لها عيادات في مصر والله أعلم بقى موجود في الدول العربية الأخرى دول المجرب العربي وده لقى انت ممكن تدخل على الانترنت وتبحث تقول العلاج بالأكسجين عالي الضخط أو مركز للعلاج بالأكسجين عالي الضخط مثلاً في الجزائر في المجرب في مصر في السعودية فيديك المراكز اللي موجودة في الدول دي وتتواصل معهم وتعرف أسعار الجلسات الجلسات بتبقى من 20 إلى 30 جلسة وكل جلسة بتاخد حوالي 90 ديلة ساعة ونصف تحت العشان يشبعوا جسمك ودمك بالأكسجين النقي ده علشان يبدأ يزود الأكسجين الرايح للأنسج طبعاً بيقولك البحث بيقولك برغم أن العلاج ده مش علاج سريع يعني عاديين 20 إلى 30 جلسة ممكن تكون كل جلسة مثلاً أسبوع فيه جلستين ولا حاجة لكن العديد من المرضى لقوا تحسن كبير في الأعراض بكاعة التهاب الأعصاب ده بعد ما خلصوا دورة العلاج كلها اللي هما من 20 إلى 30 جلسة في الحقيقة أنا معرفش الأسعار بتاعة الجلسات إيه ولكن انتو ممكن زي بيقولكو يعني تتصلوا بالبراكز دي وتعرفوا الأسعار بتاعتها وتجدوا المركز اللي بيقدم الأسعار طبعاً بالنسبة للجماعة اللي هما عندهم التهاب الأعصاب موضوع العلاج بالأكسجين يبقى بيدي أمل إلى جانب طبعاً إلى علاجات التقليدية والحاجات اللي اتكلمنا عليها في الحلقات دي واللي بيقصفه الطبيب دي لازم أن احنا ناخدها هو علاج جانبي أو حاجة مساعدة وليس علاج رئيسي أو أساسي وطبعاً ده بالنسبة للبحث بتاعنا النهاردة بحث شاير جديد وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ودائماً القناة مهتمة بالأبحاث العلمية الجديدة والطبية المفيدة وإلى لقاء في بحث جديد وحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته